هو تخض من ديانج هو شاف ديانج وصل شاط الكورة وإيده رجله تقيلة قوي رجل ديانج مرزبة شاط الكورة ضربت في العرضة رجعت أبو جبل تخض مش عارف كي يعمل لي في الكورة فجدته في صدر ودخلت جون يعني أبو جبل لو ساب الكورة دي ما كانتش جات جون ولكن مشكلة الخضة أنت تخضيت في الجون الأولاني ويدوب بعده ما فيش ثلاث دقايق لقينا ضربة الجزاء وكان المسلوس يمبارح بالأمس بيلحب أكأنه مهاجم أهلاوي حمزة المسلوس يمبارح جاب ضربتين جزاء حايز أقول لحضراتكم يعني المسلوس يمبارح كان مشاركا في هذه الهزيمة الكبيرة وكان يستحق الطرد يعني مبارح كابتل محمد عادل كان يعني رأفة بحال نادي الزمالك كان يستحق أن يطرد المسلوس لما ضرب عمرو السلية في الشط التاني بضرب الجزاء التانية بالمناسبة ما مكانش موجود الجن التاني علي معلول بسم الله ما شاء الله علي وعلي وعلي هو علي معلول متخصص ضربات الجزاء ثم أحلى هدف وأنا بقول هذا الهدف لابد أن يسجل ويكون يعني في مطحف الحضارة كده لأنه هدف ده ما بتكرارش رفعت عمرو السلية إلى الشريف المخيف اللي جاي من عشرين متر الشريف ده مبارح جري جاري الكرة الجون التالت ده مش ممكن أبداً تيجي الوينشي طبعاً مش عارف أنه جاي وراه الحمام الزاجل عارف الحمام الزاجل ومسك رجله كرة هو محمد شيرو كده مبارح جاي من بعيد قوي ولحق وسبق ورجله في الجون جاب إزاي سبحان الله بالمناسبة الجون ده ما تكرارش لا في الدور المصري ولا الدوريات العالم كرة كرة عمرو السلية اللي ترفعت دي تقريباً ما حصلتش غير مرة أو مرتين في التاريخ عشان كده ده هدف يسجل في متحف الحضارة من الحاجات اللي دايماً إيه ده كان من مئة سنة فيه هدف واحد اسمه عمرو السلية رفع رفع في مباراة شهيرة النادي الزمالك في يوم خمسة الساعة تمانية اللي جاء في يوم خمسة اللي يسجل الجون عارف اللي هو إيه الدقيقة 24 أو 25 تقريباً يسجل محمد شريف محمد المخيف الجون التالت ده اللي هو حكاية مهما تتكلم عليه لنا ولا أنت ولا أي حد ولا أي معلق ولا أي نقد ولا أي خبير كرة في العالم بما فيهم عمرو السلية نفسه يعني عمرو نفسه العمل الكرة دي 17-80 مرة ولكن زي ما بقول كده الجرأة والتوفيق وإيه؟ والشريف بقول لحضرتك جاي من بعيد لا يمكن تتخيل إنها تجو جون جون ما حصلش عمل الكرة دي دي مارية لعب الأرجنتين مرة ورونالدو مرة ما حدش تاني ما شفتك يعني ينضم النهارده عمرو السلية ليه اتنين من لأشهر لعب العالم ترجمة نانسي قنقر